موسيقى ثم أحبائي الرب يسوع سأل بطرس يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء أجاب وقال يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له إرعاء خرافي فأنا عاوزك تشوف عدة أمور في هذه المعجزة بعد القيامة أولا رأوا مصداقية المسيح أنه فعلا سيظهر لهم على بحيرة طبرية ثم رأوا قدرة المسيح بالمعجزة الخارقة عندما طلب أن يلقوا الشبكة إلى الجهل اليمنى وصادوا 153 سمكة والجدير بالذكر عندما يذكر يحن أرقام في تعبير مهم رقم 153 إذا حطناها بالأحرف العبرية لأنه بالعبرة الأرقام هي عبارة عن أحرف رقم 153 بتعبر عن كلمة مهمة جدا في العبرية أنا إلهيم أنا هو الله فعندما تجمع هذه الأرقام ترى سيادة وسلطان ومجد وقدرة ولهوت يسوع المسيح ثم نرى أيضا غفران المسيح لبطرس طبعا بطرس أنكر المسيح أمام التلاميذ إن شك فيك الجميع إن شك الجميع فيك أنا لا أشك فلازم يستعيد مكانة بطرس ويستعيد بطرس إلى المكان اللي جهزوا فيها ولإلها أيضا كان لازم يستردوا لأن بطرس كان يشعر بالعار والخجل وشعور بالذنب وبما إنه قائد فأخطأ أمام التلاميذ فالمسيح أمام التلاميذ أراد أن يرد اعتباره ويرد مكانة الرسول بطرس فسأله أتحبني؟ قال أنت تعلم أني أحبك والجدير بالذكر المترادفات في هذه القصة المسيح يسأل أتحبني بلغة الأقابي في اللغة اليونانية فبطرس يرد بلغة الصداقة في ليو أول مرتين يسوع بيسأله أقابي بطرس برد محبة الصداقة آخر مرة يسوع بيسأله بمحبة الصداقة فيرد بطرس بمحبة الصداقة لكنه يضيف يا رب أنت تعلم كل شيء شعور بالخجل شعور بالعار بالانكسار والمترادفات الأخرى إرعى غنمي فهون بيتكلم تلات مرات إما عن حملان صغيرة أو طبعا أغنام كبيرة وبيتكلم في هذه المترادفات أنت تعلم عن المعرفة العقلية مقابلها المعرفة الشخصية الاختبارية أيضا وأحبائي هون في معاملة خاصة مع الرسول بطرس رد اعتباره غفر خطياء ورده إلى المكان الأولى فأصبح فعلا بطرس كما وعد أنه يعطيه مفاتيح الملكوت وإحنا في مكان مهم كنيسة الرعاية لمار بطرس حدثت على بحيرة طبارية مثل شايفين ما شايفين السواح بيجوا من كل أنحاء العالم لكي يزوروا هذا المكان الخاص المهم حتى يستمتعوا بلقاء خاص مع حضور يسوع المسيح اشتركوا في القناة